موسيقى نداء الأرض التزام مفقود موسيقى مؤتمرات وقمم عديدة عقدت لبحث التغير المناخي والاحتباس الحراري والبيئة وغيرها مواثق ومعاهدات وقعت عليها مختلف دول العالم تضع تعهدات والتزامات في سبيل خفض الانبعاثات الضارة ووقف الممارسات التي تسبب الأذى للبيئة وعلى الرغم من تلك المعاهدات والمواثيق تبقى كثير من الدول بعيدة عن الالتزام بها أو الإثاء بتعهداتها التي وردت في تلك القمم والاتفاقيات ما أسباب تنصل الدول من تعهداتها تلك؟ ولماذا يبقى الالتزام مفقوداً فيما يتعلق بالاتفاقيات المرتبطة بالمناخ؟ وهل يمكن تغيير ذلك؟ هذا ما نناقشه اليوم في حلقة ملف خاص التزام مفقود موسيقى بدأ الاهتمام الدولي بملف التغير المناخي تصاعد منذ الثمانينيات نحاول فيما لي استعراض أبرز القمم والمؤتمرات التي ركزت على هذا الملف نيويورك عام ثمانية وثمانين أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فريقاً حكومياً دولياً من ممثلين عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تقييم المعلومات بشأن ظاهرة تغير المناخ لندن عام تسعين أكد اجتماع تقييمي أول للجنة الدولية لتغير المناخ أن مستويات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي تتزايد نتيجة النشاط البشري مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض ريو دي جانيرو عام 92 شهدت قمة الأرض توقيع اتفاقية إطارية للتصدي للتغير المناخي وكانت أول معاهدة دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة لكنها لم تحدد أهدافاً ملزمة لخفض هذه الانبعاثات كيوتو عام 97 مشاهدين في اليابان اعتمد بروتوكول جديد عد خطوة تنفيذية لاتفاقية قمة الأرض وتضمن أهدافاً ملزمة للدول الغنية للحد من انبعاثاتها الكربونية إلا أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 باريس عام 2015 تبنت 197 دولة اتفاقية وصفت بالتاريخية لمكافحة تغير المناخ وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون أطلق عليها اتفاق باريس للمناخ الهدف من مختلف هذه القمم تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ وآثاره أما كيفية تحقيقه فتحتاج إرادة من قادة الدول مقرونة بإجراءات تنفيذية لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة تطوان المغربية الأستاذ في جامعة عبد الملك السعدي والخبير الدولي في مجال التغيرات المناخية البروفيسور خالد التمسماني ومن بيروت المنصق الإقليمي لبرنامج التغير المناخي لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة طارق الخوري مرحبا بكم أبدأ معك بروفيسور خالد هل يبدو أن قمم المناخ التي عقدت منذ ثمانينات القارن الماضي حققت شيئا من أجل إنقاذ كوكبنا هذا المصر كله لماذا وماذا استفدنا منه وماذا نرى من حولنا من تغير فبغير نقول لك بأن العالم بأسره ماضي في احترار متزايد لأن تاني أكسيد الكربون والغازات الدفئة الأخرى الميطان على سبيل المثال تتركم في الغلاف الجوي وهذا يتسبب في سماكة يعني الثكنس متزايدة لهذه الطبقة الغازية كتسبب في حدوث تغيرات سريعة وواسعة النطاق في الغلاف الجوي ثم الغلاف الحيوي اللي احنا نعيش فيه فوق الأرض والغلاف الجليدي والمحيطات فحسب التقارير العلمية يتسبب الإنسان يعني نحن جماعة وفرادة في انبيعاتات تقدر بحوالي أربعين مليار طن من تاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل سنة وحسب العلماء كذلك هذه الكمية ذي الأربعين مليار تزداد كل سنة يعني متزايدة يعني ماشي تنضطير وتجي وحدة أخرى لا كل سنة يزداد ويعود هذا الاتفاع الكبير في المعدلة التاني أكسيد الكربون إلى الاحتراق الوقود الحفوري وفي عام 2021 امتصت اليابسة التي نحن نعيش فوقها كرة الأرضية والغابات الويديان لآخرين ثم المحيطات إذن اليابسة والمحيطات امتصت حوالي 56% من بيعاتات تاني أكسيد الكربون البشري إذن هذه الطبيعة كلها تلعب دور كبير من أجل حمايتنا لكن نحن لا نفعل شيئا من أجل حمايتها هذا من جهة لكن العلماء كذلك استنتجوا أن الصلة بين التدفئة التي تسبب فيها الإنسان والظروف الجوية القاسية المتزايدة أصبحت الآن حقيقة ثابتة يعني اليوم الإنسان لو سمحت هذا التغيير في الجو في المناخ اللي كيشهدوا العالم ولسيما المنطقة دي الوطن العربي اللي احنا نعيش فيها هي ساخنة في تغيير المناخية فزيادة على الدرجات الحرارة العالية انخفض غط الأمطار ارتفع مستوى سطح البحار بسيما بعض الدول الجزرية وبعض الدول في الخالج العربي هذا مهم جدا ارتفع دواهر تقصي قصوى كالفيضانات متكررة والأعاصر المدارية كل هذا من شأنه أن يسبب في خطر على الأمن المائي والغدائي ثم استقر المنطقة إذن هذه المعطاية العلمية اللي هي الآن واقع واقع شنو كتقولنا؟ كتقولنا بأن اليوم الدول اللي هي صادقت على اتفاق باريس باش نمشيوا إلى الأخير اتفاق باريس دي الـ 2015 واللي جامنا بعد كوب 22 بمراكش اللي كان هو البدع في تنزيل هذا اتفاق باريس فهذا اتفاق باريس جاء لأول مرة بخلاف على كيوتو هذا مهم باش نستمع عليه اتفاق باريس لأنه الوقت ينفذ بروفيسور وأريد أن أشرك أيضا أستاذ طارق أستاذ طارق يعني ما الذي نجحت فيه القمم السابقة وما الذي أخفقت فيه يعني البروفيسور يعني خالد أعطانا إحاطة حول ما الذي يقوم به البشر التدخل البشري يعني نحن لا نعمل بما فيه الكفاية لإنقاذ هذا الكوكب ما الذي أخفقت وقدمته القمم السابقة برأيك مساء الخير لحضرتك ولمشاهدين وضيفك الكريم صراحة السؤال مهم يعني أنا أتفق مع توصيف البروفيسور خالد للوضع الحالي بضيف عليه بس نقطين قبل ما جاوب على سؤالك موضوع تغير المناخ هو موضوع عابر للحدود وعابر للقارات فليس محصور بعمل دولة أو دولتين أو ثلاثة يعني إذا لم يكن هناك تضافر دولي على جميع المستوى العالمي فمواجهة هذا التحدي الكبير يعني لن يكون متين أما بالنسبة للمؤتمرات اللي تم ذكرها من حضرت بالمقدمة ومن بروفيسور خالد هي رحلة ابتدأت فعلاً من الثمانيات وهي رحلة عم يتعلم فيها الجميع يعني الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي خلينا نسميها الماثر أو أم الاتفاقيات حددت التارغيت حددت أنه نحنا بدنا نشتغل على موضوع خفض بلد متقدم على خفض المناخ ومنهم انطلق موضوع الكربون ماركت أو سوق الكربون ولكن فشل بما معناه هذه الاتفاقية يعني تقريباً ماتت من السنة الماضية وهلأ اتفاق باريس أتى بشكل شمولي بشكل تم توقيع تقريباً جميع دول العالم من عدة دولة أو دولتين والكل تم يعني تصميم الارتكلز أو الريزولوشن تبع هذا الإطار بشكل أنه يغطي جميع النواحي من ناحية الشفافية من ناحية التكيف من ناحية التمويل من ناحية الأضرار من ناحية التخفيف وإلى آخره فأنا أحس أنه هذه الرحلة الطويلة بدأت تسمر العلم كما ذكر بروبيسور خالد صار موجود يعني موضوع تغير المناخ ما عاد موضوع نظريات ولكن هناك إثباتات علمية وفيه سيناريوهات وهي أهم موضوع إذا تسمح لي موضوع السيناريوهات يعني نحن نعرف وين سنكون موجودين بالـ 2100 إذا نكمل سيناريو البزنس أو العمل المعتاد أو إذا نشتري سنصل إلى هذه السيناريوهات سيد طارق الحلقة ما زالت مستمرة سنواصل في الحلقة بقى معناك سيد طارق وأيضا بروبيسور خالد لطالما وجهت انتقادات لدول عديدة حول عدم الالتزام بالتعهدات التي قدمتها بشأن المناخ والإنبعاثات عوامل عديدة تسهم في عدم التزام تلك الدول بتعهداتها كما تقف بعض الأزمات التي يشهدها العالم بين فترة وأخرى خلف تجاوز تلك التعهدات دعونا نتعرف على أبرز تلك الأسباب في التقرير التالي إنقاذ كوكب الأرض شعار يرفعه علماء المناخ والمدافعون عن البيئة منذ عقود لكن الاستجابة الدولية لتنفيذ التزامات خفض الانبعاثات الكربونية لم تكن يوما على القدر المطلوب وتركمت الأزمة الاقتصادية والصحية والأمنية خلال السنوات الأخيرة لتزيد الأمر سوءا عانى الاقتصاد العالمي من تداعية جائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع سريع في التضخم وزيادة الديون ورغم أن إجراءات مكافحة الفيروس في العام الأول على ظهوره أعطت أملا بتراجع نسبة التلوث أدت مسارات التعافي إلى التخلي عن العديد من الالتزامات البيئية وفرضت أزمة أوكرانيا ضغوطا جديدة أثرت على جهود الانتقال نحو الحياد المناخي حيث ارتفعت مستويات الطلب في أسواق الطاقة بسبب العقوبات الغربية والإجراءات الروسية المضادة كل ذلك دفع باتجاه تحول الموارد والخطط الحكومية والدولية باتجاه التركيز على إيجاد حلول لهذه الأزمات بصرف النظر عن تبعاتها البيئية وفي السياق أثار قرار البرلمان الأوروبي في يوليو الماضي بتصنيف الغاز الطبيعي والطاقة النووية كمصادر طاقة خضراء ومستدامة القلق كما حرك تغيير أولوية الاتحاد عن تقليل الاعتماد أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إلى زيادة إنتاج مخاوف نشطة البيئة كذلك أعادت ألمانيا وفرنسا تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم وخففت هولندا من قيود استخدام الفحم في توليد الطاقة وفي الولايات المتحدة قوضت المحكمة العليا سلطة وكالة حماية البيئة في مراقبة وتنظيم الانبعاثات الكربونية وفي أغسطس الماضي علقت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التغير المناخي لماذا فشلت وتفشل الدول إذن في الوفاء بتعهداتها البيئية الجواب يختصر بتراتبية الأولويات النماذج هنا كثيرة عندما تلوح في الأفق أزمة اقتصادية تتراجع أمامها كل القضايا البيئية أعود مرة أخرى لضيوفنا وأستاذ بروفيسور خالد التمسماني من تطوان المغربية يعني كما ذكر التقرير لماذا تبقى هذه الدول لا تلتزم بالاتفاقيات والتعهدات حول السياسات المناخية لماذا تبقى هذه التعهدات جوفاء صح التعبير شكرا شكرا جزيلا وسأنطلق من النقطة التي انتهى منها ضيفكم كريم دكتور عبد القادر أولا لننسى لمدة بعدها تماما ما حصل بكوفيد التعطاش كوفيد كان هناك مشاكل مالية إلى آخرين نقوم بما يجب قيام بهم من أجل التزام الوثوب بالوعود الذي قلناه أنا أقول ما يري في الكوب 15 في 2019 بكوبنهاجن بناء على التقارير العلمية المتتالية كان هناك التزام للدول المتقدمة والمصنعة التي تلوت كثيرا بدون ذكر أسمائها التزمت بغلاف مالي يقدر بـ 100 مليار دولار ابتداء من 2020 سنويا إلى يومنا هذا يالله وصلنا لـ 80 مليار دولار هذا الغلاف المالي ما هو ما هو يعني فاش هل تستعمل هل تستعمل اتجاه الدول التي هي في طريق النمو والدول التي هي متضررة بأفاة تغيرات المناخية في جميع الميادين التي تكرسها من قبل المشاكل التي تكرسها تأقلم إلى آخر فبغيت نقول قبل ما كمتش واحد النقطة أن اتفاق باريس جاء بطريقة من تحت إلى فوق بخلاف كيوتو يعني جميع الدول تلتزموا بتقديم ما يسمى بالالتزامات المحددة وطنيا الـ وهاد هي مجموعة من المشاريع من أجل التخفيف من الغازات الدفئة كل دول اللي وقعت وصادقت على اتفاق باريس المشكلة هنا هو أن هذه المئة مليار دولار حنا ما وصلناهاش واليوم حنا في 2022 وفي الشهر المقبل بشرام الشيخ سيبدأ المصاري الجديد من أجل القيام بمراجعة هذه المئة مليار دولار لأنها تبين بأنها كان سقف سياسي محضر وليس بتقني وعيد أن أكرر المئة مليار دولار اللي التزم لها الدول المتقدمة هذا ورقم سياسي ليس مبني على معطي حذر التواضحة بروفيسور خالد يعني سقف سياسي دعني أسأل أستاذ طارق إن كان بالفعل هذا سقف سياسي ونقطة أخرى يعني بعض الدول انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ نتحدث عن الولايات المتحدة أنا ذاك من المتهم الأول بتعريض كوكبنا للخطر برأيك سؤال سؤال مهم أنا بالنسبة يعني بالنسبة لكيف ننظر للأمور من ننظر البرنامج المتحدة للبيئة يعني ما في متهم أول يعني جميعنا يعني متهمين إذا إذا لدك لأنه كما تذكرت في البداية الموضوع عابر للقارات يعني إذا الدولة من الدول اللي انبعاثاتها عالية اشتغلت لحالها مرح أو وقفت انبعاثاتها وباقي الدول لم توقف يعني مرح يعني الغلاف فوق الدول لم يحل أو الغلاف الجوي فوق الدول بنفسها ليس له حدود فبيأثر على الجميع يعني كمان ذكر طيفكم الكريم أنه يعني بمبسخ من انتفاقية باريس المساهمات المحددة وطنيا وهذا كان إطار جديد للدول لتحدد التزامات يعني نفرق بين الالتزامات وبين التنفيذ هذه الالتزامات صراحة ضمنت أهداف وليست مشاريع هذه الأهداف يعني كانت تحدد نسبة الانبعاثات بحسب سنين معينة وحددت مصادر الانبعاثات وعلى آخره فتتراوح نسبة الالتزامات بين الدول حسب القدرات وحسب كمية الانبعاثات ولكن بشكل عام هذه الأهداف المحطوطة أو الموجودة هي جيدة المشكلة مثل ما ذكرته بالتقرير هي التنفيذ وقت أنا حدد هدف معين أنا بقول بدي خفد نسبة انبعاثي بسنة كذا إذا ما كان في نوع من الاستقرار السياسي أو الاقتصادي ما رح قدر اشتغل هذا الموضوع فللأسف الموضوع هو متشابك بحسب الاستقرار بحسب الطاقة أو بحسب القدرة يعني ذكر كمان بروفيسور خالد موضوع 100 مليار دولار هو لمساعدة الدول النامية التي غير قادرة للتكيف مع تغير المناخ وللتخفيف أيضا ابقى معي أستاذ طارق بروفيسور خالد سنكمل في هذه الحلقة وسوف نستطلع الرأي العام العربي هل تملك المجتمعات والحكومات الوعي الكافي حول مخاطر التغير المناخي هل يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة قبل فوات الأوان ملف خاص استطلع أراء الشارع العربي حول هذا الأمر نتابع نتابع الحكومات عندها وعي زايف يعني الوعي زايف أنه هو بيعودوا تكلموا عن التغير المناخي والأسباب وبتاع ما حدش بيعمل حاجة المصانع سايبينها دخان أنا بابش عند مصانع علي دخان قد كده مع الحكومة ما بتعملش أي حكومات عموما ما بتعملش أي حاجة ناس ما عندها خلفية كافلية في أنه المفروض يحصل شنو عشان يجللوا درجة الحرارة المرتفعة في وعي في المدن أكتر من الأقليم والكلام ده أو المدن اللي هي الساحلية بصفة خاصة يعني لأنهم مهتمين طبعا بالمناخ وما يحدث طبعا فيه كلام بيتقال مثلا زي الشواطئ بتاعة مرسى مطروح أو الاسكندرية أو الغرداء والكلام ده أن دي هتندسر بعد خمسين سنة أو بعد مئة سنة فطبعا الناس مهتمية بالمناخ في الفترة الأخيرة دي بما يسير أن فيه أزمات حتحصل أو فيه كوارس حتحصل الوعي في السعودية بابل لازل يعني يحتاج للجهد يعني كان لازم يكون فيه حاملة كابلة على كل نشرات أو كل ويبقى فيه برنامج واضح يوضح يعني إيه تغير مناخ بعتيني ممكن بعد فترة ممكن يضوع على هذا الموضول حتى كل عالم تاخد حذرة لسه فيه نسبة تتساءل ليه إحنا عاملين المؤتمرات دي عشان المناخ بتأثر وبالتالي درجة الحرارة إنت دلوقتي تدخل على شهر عشرة وفيه تغير جزري في المناخ ترجمة نانسي قنقر أعود مرة أخرى لضيوفي لمناقشة هذا الموضوع المهم بروفيسور خالد تمسماني حقيقة يعني حتى في استطلاعات الرأي يعني يبدو أن هناك إحساس بخطورة تطرف المناخ شهدنا في الأشهر الماضية خصاصا في فصل الصيف حرائق لألغابات فيضانات مدمرة حتى في دول أوروبية ودول غربية وهناك ارتفاع لأسعار الغذاء إلى أي حد بات العالم يدرك قيمة الطبيعة خلال الأشهر الماضية وإلى أي حد هذا الوعي يمكن أن يحدث هذه الصدمة الإيجابية من أجل أن تتخذ الحكومات يعني إجراءات ملموسة على الأرض شكرا أولا هذه الكلمة التي قلت الصدمة الإيجابية كلمة جميلة جدا سوف نخليها الدكرة بتاعي لأنها عجبتني بزافة فالاستطلاع الرأي الذي يتلج الصبر هذا هو واحد الويع المتوعد يتزايد من طرف الشارع بالقضية بالمناقل للبيئة يا أخي لما الحكومات والدول التي هي أطراف في اتفاق باريس طالبت من مجموعة القبارة بين حكومية الـ IPCC في 2018 تخرج لها تقرير حول مدى وش العالم يلمشى إلى 2 درجة أحسن من إلى مشينا في مصار فقط لـ 1.5 درجات أعطيناهم الفقبة بين 2 درجة و1.5 درجات في آخر هذا القرن كيف سوف يكون نعم فالنتيجة كانت علمية وكانت صادمة فإلى ما خففناش بالمئاتات من هنا لـ 2030 بـ 50% وفي 2050 ننصل إلى الحياد الكربوني وهذا يعني أن كل سنة سننخفض 7.6% من الغازات الدفئة فما قد نوصل إلى 1.5 درجة هذا من جانب يعني الحكومات هل التقطوا هذه الرسالة أم لا إذا لم يلتقطوها فإذا فالإنديسيز اللي تتكلمت عليها قبل اللي هما يقدموا هذا بالأمتداء من جلازغو كل سنة سيكون تحييي الإنديسيز الوطنية المساهمات المحددة وطنيا إذا لم يكن هناك رفع سقف طموح ديالي من خفض من غازة من طارق لم يعد دول فما قد نوصل 1.5 درجة إذن اليوم لازم الخرج من الطاقات الأحفورية والنفحم الحجري ولكن للأسف أستاذ خالد هنا سأسأل أستاذ طارق فيما يتعلق ب يعني شهدنا مع الأزمة الأوكرانية مع الحرب الأوكرانية تراجع بشكل دراماتيكي عن التعهدات العودة إلى الفحم لبعض الدول وهذا يجعلنا نتسأل أستاذ طارق يجعلنا نتسأل يعني هل دخل المناخ العالمي في المجهول هل يمكن أن يدفن الأمل سؤال صعب أنا اللي بقوله سؤال صعب ولكن اللي بقوله أن العلم موجود الفريق الدولي المعني بموضوع تغير المناخ هو يعني فريق مستقل تماما من العلماء ومستضاف من برنامج أمم المتحدة هو اللي ذكره البروفيسور خالد حطلنا السيناريوهات إذا تسمحني بلش يحكي عن السيناريوهات هاي السيناريوهات موجودة يعني نحن نعم أي سنة لأول مرة نحط خمس سيناريوهات فيه سيناريو العمل المعتاد لوين رح يوصلنا للعام الـ 2100 نعرف بالضبط لوين رح نصل يعني هلأ اتفاقية باريس حكت على الحفاظ على ارتفاع درجة الحلارة بمعدل درجتين لسنة الـ 2100 نحن هلأ وصلنا للدرجة ونص يعني بالـ 2020 وصلنا للـ 1.3 هناك نقطة لا عودة من الـ 1.3 يعني إذا بهاليوم نوقف جميع الانبعاثات ما رح نرجع عن الـ 1.3 فالعلم موجود السيناريوهات موجودة وهذا الشي بيعطيني أمل لأنه العلم ما بيكذب مبني على حقائق مبني على تجارب ونمزجة لتغير المناخ موجودة ففي هذه السيناريوهات بيرجع القرار للدول شوي أنه يكون في عندها نوع من الاستقرار للالتزامات يجب التنويه هنا يعني أنه نحن شوي نفرق بين موضوع التخفيف وموضوع التكيف لنكون صريحين الدول العربية جميعها مسؤولة فقط عن الانبعاثات خمسة بالمية من الانبعاثات بشكل كامل لذلك الأجندة العربية تتجه نحو التكيف وبالتالي إذا بدي أرجع للسؤال للمواطنين وفعلا أنا كما ذكر بروفيسور خارد أسلج صدري موضوع الاهتمام والموضوع حتى الفهم الواعي ولو ولو نحن ليس من الملوس الكبير ولكن هناك إتزامات حتى نشتغل على هذا الموضوع الخمسة من المية موضوع التكيف بصفة أولوية شكرا جزيلا لك أستاذ طارق الخوري المنصق الاقليمي لبرنامج التغير المناخي لدى برنامج لأمم المتحدة للبيئة من بيروت شكرا لبروفيسور خالد التمسماني الأستاذ في جامعة عبد الملك السعدي والخبير الدولي في مجال التغيرات المناخية من مدينة التطواء المغربية شكرا لك إذن مشاهدين وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ملف خاص غدا نتابع حلقة جديدة بعنوان نزيف مستمر حيث نناقش فيها تدعيات الاقتصادية للتغير المناخي إلى اللقاء